اشتركوا في القناة والبطل الخارق صاحب القوة البدنية العظيمة نموذج موجود في كل حضارة وتاريخ وقبل ثلاثة آلاف عام تبلورت أسطورة شمشون الجبارة في فلسطين وجاء في التوراة في سفر القضاء أنه وقع في حب امرأة خائنة فغاضب وأشعل النار في حقول الناس وطاف يقلع الأشجار بيديه وحين قرر العبرانيون القبض عليه قتل منهم ألف رجل بفك حمار وبعد ذلك حاولوا منعه من دخول مدينتهم ولكنه نزع الأبواب بيده ورماها بعيدا وبعد أن عجزوا عنه دبروا له مكيدة بمساعدة حبيبته الخائنة فقد دعته لفراشها وسقته الخمر حتى نام ثم فقأت عينيه وقصت شعره الذي كان مصدر قوته فغدا عبدا دليلا أما في التراث الإغريقي فهناك هرقل الجبار وقد نشأ لطيفا نبيلا رغم قوته الجبارة وقدراته الخارقة وقد كرهته هيرا زوجة زيوس الأولى فدبرت له 12 مكيدة نجا منها جميعا بفض قوته العظيمة وبسبب ذكائه وحكمته أعجبت به الآلهة وعدته واحدا منها حسب الأسطورة أما في تراثنا العربي فكثيرا ما يضرب المثل بالشاعر الفارس عن تارة بن شداد من قبيلة عبس فرغم أن والده كان من سادة القبيلة إلا أنه ولد لجارية سوداء تدعى زبيبة فعد عبدا في نظر الجميع وهو ما حال بينه وبين الزواج من ابنة عمه عبلا وقد عانى عن تارة من ظلم العبودية لفترة طويلة حتى شاعت فروسيته بين العرب فاعترف به والده وألحقه بنسبه وقد عرف بقوته الخارقة وشجاعته الفائقة وكان يجد في خوض المعارك وقهر الفرسان سلوى من ظلم قومه وقال في هذا المعنى ولقد شفى نفسي وأبرى سقمها قيل الفوارسي قيل الفوارسي ويك عن تارة أقدما وحين مات عن تارة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشرينيات من عمره وبدوره أبدى شجاعة وقوة خارقتين رغم عدم اشتهاره في هذا الجانب فقد ورد أنه أوتي قوة عشرة رجال وكسر بضربة واحدة صخرة ضخمة في الخندق عجز عنها الصحابة الكرام وقبل هجرته إلى المدينة عاش معه في مكة قريب اشتهر بقوته وضخامته الجسدية يدعى ركانة ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن عبد المطلب وذات يوم خلى ركانة برسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض شعاب مكة فقال له الرسول يا ركانة ألا تتق الله وتقبل ما أدعوك إليه فقال ركانة لو أعلم أن الذي تقول حق لاتبعتك فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أفرأيت إن صرعتك أتعلم أن ما أقول هو الحق؟ فقام إليه ركانة يصارع فبطش به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأضجعه على الأرض فذهل الرجل وقال عد يا محمد فعاد محمد صلى الله عليه وسلم وصرعه مرة أخرى فقال ركانة يا محمد والله إن هذا لعجب أتصرعني وأنا أقوى العرب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعجب من ذلك أريكه إن اتقيت الله واتبعت أمري ترجمة نانسي قنقر